تنفيذا للمشاريع التي شيدت مؤقرا بمدينة أبشا حاضرة ولاية وداي جاء استكمال مبنى ثانوية بستان العارفين الذي بدع مشروع بنائه بتاريخ الثالث عشر من مايو 2019 بمبادرة من مؤسسة وادي كندي وبأمر من رئيس الجمهورية المشير دريز تيبي إتنو يأتي افتتاح ثانوية بستان العارفين من قبل وزير التعليم العالي والبحث والابتكار دافيد أودنغار الذي كان ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية أثناء زيارته لمدينة أبشا وبعد الافتتاح الرسمي من وزير التعليم خام سلطان دارودي شريف عبدالهادي مهدي بتسليم مفاتيها المؤسسة لمدير الثانوية مدير ثانوية بستان العارفين محمد يوسف سنوس عرادة أدم عرفانه لرئيس الجمهورية المشير دريز تيبي إتنو بتنفيذ المشروع شاكرا في الوقت نفسه رئيسة مؤسسة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بإعانتها لهم بالمقائد المدرسية أما سلطان دارودي شريف عبدالهادي مهدي لدى تسلوم حيل المفاتيح رحب بهدية رئيس الجمهورية للطلبة ونذكر أن المبنى الجديد لثانوية بستان العارفين يتقوم من طابقين ويضم حوالي ثلاثين فصلا دراسيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر